اشتركوا في القناة يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آل بيتك المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا غريب يا مظلوم كربلا ما خاب من تمسكا بكم أمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات طبعا هذه الآية الشريفة تتحدث عن نحو رفيع من أنحاء المعرفة تتحدث عن مستوى عال من مستويات المعرفة البشرية لأنه كما أسلفت في الليلة الماضية وما أسلفته طبعا يستحق أن يكون مقدمة لموضوع واسع يعني خصوص ما قدمته الليلة الماضية يستحق أن يكون مقدمة لموضوع جدا متشعب وله تفرعات كثيرة ويستبطن مجموعة من المواضيع والنقاط الحساسة التي ينبغي للإنسان أن يتوقف عندها وبالتالي يمكن أن للإنسان إذا أراد أن يتشعب طبعا إنسان الواعي شباب المؤمن مؤنى يعني إذا أراد أن يتشعب يتوسع يتفرع في هذه المسألة يمكن له أن يؤلف كتاب خاص في حدود ما قدمته من المعرفة التي تنبثق من ثقافته البيئية التي تبتني على الثقافة التقليدية التي يستوحيها الإنسان من التقاليد من الأعراف من العادات وما شابه أنا أسلفت في الليلة الماضية بأنه البيئة التي تحيط الإنسان طبعا تكون له ثقافة معينة وهذه ثقافة يوما على يوم تكون جزءا من كيانه جزءا من وجوده جزءا من هويته جزء لا يتجزأ وإذا أراد الإنسان أن يستقل عنها أن يتجرد عن هذه الثقافة يحتاج إلى معاناة وإلى جهد وإلى تضحية كما فعل النبي صلى الله عليه وآله أعطى ثمنا باهضا وأوذي رسول الله صلى الله عليه وآله من أجل أن يحرر المجتمع لكن أكو مسائل أيها الأحبة المسألة الأولى التي ينبغي أن نتفرع إليها ولو بإيجاز أنه نحن قلنا بأن الإنسان يكون أسيرا للثقافة البيئية التي تحيطه هل يعني ذلك أنه لا بد للإنسان دائما وعلى نحو الإطلاق أن يكون ملحدا بجميع القيم والأعراف والتقاليد الاجتماعية طبعا هذه المسألة هذا التساؤل أحدث إرباكا فكريا وأثر بالتالي على المسألة العقدية لمجموعة من الناس حتى أصبحوا في عالم من الضلال مثلا يعني وحدة عندنا من القضايا مسألة التقليد التقليد أحنا نتحدث عن التقليد ونقول بأنه التقليد ليس صحيحا كما بينا في الليلة الماضية البعض قال بأنه التقليد القرآن الكريم يرفض التقليد بنحو مطلق وصار عندنا معترك لأننا احنا تعرف يعني احنا طائفة احنا مذهب وهذا المذهب طبعا احنا تسامحا نسميه مذهبا وإلا احنا الإسلام عقيدتنا ما نستطيع أن نتنازل نحن الإسلام المحمدي الأصيل لأن الإسلام متجسد بعد محمد صلى الله عليه وآله بعلي بالحسن بالحسين بالسيدة الزهراء بالأئمة المعصومين لأنهم امتداد لرسول الله صلى الله عليه وآله إنهم مني رسول الله يقول وأنا منهم فالآن احنا لما نأتي إلى مذهبنا إلى ديننا إلى مبدئنا وعقيدتنا نجد لدينا قضية تسمى بقضية التقليد التقليد اللي احنا نقلد علماء مثلا زين هاي وننحطها بيا خانة نحطها بخانة التقليد المنبوذ لولاء الإسلام ما تحدث بالأول القرآن لم يتحدث بلغة مطلقة إنتوا شو تقولوني يعني من خلال ثقافتكم القرآنية ومن خلال قراءتكم للآيات القرآنية تشوفون أكون نحوين من التقليد نحو صحيح ونحو خاطئ النحو الخاطئ المثلا طرحت مجموعة من الآيات وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون نحن لسنا ملزمين باتباع آثار الآباء الآباء ليسوا بحجة علينا نحترم الآباء ونقدس الآباء ونعمل على برهم ولكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق يعني لو أن الأب أمر الولد أن يكون كافرا بالله لا تجب طاعة الأب نعم يجب احترامه حتى لو كان كافر حتى لو كان فاسد حتى لو كان كذا لكن لا تجب طاعته حينئذ إنما تجب طاعة الأب فيما إذا كان وين في دائرة الحق والصواب أليس هكذا فلذلك الدين يقول هذا التقليد الأعمى التقليد الباطل القرآن يدعونا إلى تقليد آخر يعني أكو استثناءات مثلا خلنذكر الاستثناءات المذكورة والتي عليها العقلاء كما بنى عقلائي عدنا تقريبا ثلاث استثناءات الاستثناء الأول يسمى بسيرة العقلاء بما هم عقلاء سيرة العقلاء اليوم العقلاء مثلا إذا تبانوا على أمر في تعاملاتهم في البيع والشراء مثلا مثلا يعني في سلوكياتهم الأخرى العقلاء بما هم عقلاء هذه طبعا القضية عند الفقهاء تسمى بسيرة العقلاء ليست سيرة العقلاء حكما وإنما دليل على الحكم الشرعي سيرة العقلاء أيها الأحبة يمكن للفقيه أن يستند إليها في إثبات حكم شرعي ليش لأنه جاء نفترض أنهم عقلاء 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 ولذلك عدنا تعبير لدى فقهائنا يقولون بأن الله عز وجل أو أن الشارع المقدس سيد العقلاء سيد العقلاء هذا الاستثناء الأول الاستثناء الثاني عدنا سيرة تسمى بسيرة المتشرعة سيرة المتشرعة يعني نلحظ الناس الصالحين الذين يكتفون آثار الشريعة دائما من علماء من مؤمنين من صلحاء ونلحظ ونرقب سيرتهم على مر العصور والقرون إذا وجدنا أن هؤلاء الصالحين أن هؤلاء المؤمنين أن هؤلاء المتشرعين تسالموا على أمر وتعاقبة الأجيال والقرون على أنهم يعملون بذلك الأمر يمكن لنا أن نقتفي آثارهم أو لا نقتفي آثارهم أو لا ونتخذ من سيرة المتشرعة حج شرعية ودليل على إثبات حكم شرعي يسمى بسيرة المتشرعة هاي اثنين هذا استثناء ثاني بعد مولانا عدنا سنة الصالحين سنة الأنبياء السنة السنة للأنبياء والصالحين فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا القرآن يدعونا يوسف عليه السلام الصديق يقول فاتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقو والقرآن يقول فاتبعوا ملة إبراهيم نحن مأمورون أن نقتدي وأن نتأسى وأن نستن بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله كما أننا مأمورون أن نستن ونتبع ونقتفي آثار أئمتنا المعصومين صلى الله عليه وسلم مولانا هذا اتباع هذا اقتداء هذا تقليد ونريد أن نقلد هؤلاء صحيح لولا إذن يمكن لنا أن نستخرج استثناءات ما نفهم القضية على نحو المطلق حتى لا يكون الكلام مشوش ويكون معقد وتكون الصورة فيها ضبابية يعني مواضحة واحد يفهم الكلام فهم خاطئ مثلا وإحنا لازم نبين الأمور ونريد نوصل إلى سبيل المعرفة وإحنا حديثنا عن المعرفة أيها الأحبة يعني أنا ليش أتحدث عن المعرفة والسبل التي تؤدي إلى المعرفة الصحيحة وتؤدي بنا إلى إدراك الحقائق ليش وإحنا في أيام السيدة الزهراء هل تعلمون أن السيدة الزهراء لما جاءت إلى مسجد رسول الله وألقت خطابها المدوي الخطاب التعريفي الخطاب العميق اللي تضمن الرسالة بكل محتوياتها أول ما قالت سيدة الزهراء ماذا قالت؟ قالت أيها الناس اعلموا أني فاطمة بالله عليكم يعني لو وضعت هذه الكلمة في ميزان التقييم العلم والبلاذ اعلموا أني فاطمة وتخاطب قوما معاصرين لها ولأبيها وجدها وشاهدوا أو شهدوا لادتها من ما يعرف أن هذه فاطمة وأبوها محمد بن عبد الله وأمها خديجة وأنها ولدت في اليوم الكذائي وعاشت كذا وكذا من ما يعرف هل تريد الزهراء أن تعرف نفسها تعريف هوية اجتماعية وتقول آن فاطمة وأبوي اسم محمد وجد عبد الله وأم خديجة وجدتي آمنة هذا ما تريده الزهراء أم أنها تريد للمجتمع أن يتعرف عليها معرفة من نحو آخر ماذا قالت بعد ذلك لاحظوا أيها المؤمنين أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد أقول عودا وبدوى ولا أقول ما أقول غلطا ولا أفعل ما أفعل الشطط إذن المجتمع كون يعرف أن هذه الزهراء أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وعليها وآلهما مولانا هذه السيدة لا تفعل غلطا ولا تقول شططا لا تحيد عن الحق من كان يعرف فاطمة بهذه المعرفة كم أحد كان يعرفون السيدة الزهراء بهذه المعرفة جاءت مولاتنا الزهراء ومعها الحسن والحسين شاهدان أو شاهدين جاءت ومعها أمير المؤمنين شاهد جاءت ومعها أم أيمن شاهد وكانت تطالب بحقها وإرثها أو نحلتها فدك قالت لهم تردون إرث فأنا أرث أبي أَفِي كِتَابِ اللَّهِ أَنْتَرِثَ أَبَاكَ وَلَا أَرِثَ أَبَيْهِ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا قالوا بأن شهادة علي تجر منفعة أي يعني متهم أمير المؤمنين متهم لأن هذه إذا حصلت فدكة زهراء وراح يستفيد من عده زين قالت لهم زين هذه أم أيمن قال عنها رسول الله أم أيمن إمرأة من نساء أهل الجنة ما صدكوه قالوا نعم أم أيمن مقبولة شهادة قلت بس طلع من أهل البيت مولانا تقبل شهادته وإذا دعا إلى أمر اتبعه الناس وإذا طلع ثائر الناس هماتين يطلعون يثورون وياه بس طلع من دائرة آل محمد عجيب هالمجتمع هذا مش عنده وياه البيت ما عارف عليكم السلام وصلوا على محمد دوالي محمد ما رأيكم إذا أزاحمكم إكراما وإجلالا لمولانا بقية الله نقوم نؤدي التحية ونتقدم شوي حتى من الأخوة ليجي رحم الله من ذكر القائمة من آل محمد جزاكم الله خير على حب مولاتنا الصديقة وتعجينا لفرج مولانا بقية الله صاحب العصر والزمان وقبولا لمجلسنا وقضاءا لحوائجنا صل على محمد وآل محمد فردوا سيدة نساء العالمين ردوها وليس ردا فحسب وإنما أساء إليها في القول والعمل الزهراء تظمات الزهراء ضربات الزهراء شتمات يعني يا ريت أنه قضية واقف على حد فدك وما أخذين فدك من الزهراء صلوات الله وسلامه عليه انتهي القضية فيها الحدود هذا لا مولانا إلى أن قتلت سيدة نساء العالمين قتلت وماتت كما في الرواية الشريفة أنها ماتت من أثر ذلك الضرب أي ضرب مبرح ذلك الضرب الذي قتل هذه السيدة في عمر ثمانية عشر سنة لو كان المجتمع يعرف هذه السيدة حق معرفتها أيها الناس اعلموا أني فاطم أي معرفة تريد منا سيدة نساء العالمين وكيف نرتقي إلى ما هي السبل إلى معرفة السيدة الزهراء مثلا كحقيقة من حقائق الوجود المقدسة كيف لنا أن نعرف إذا على فهم المجتمع مولانا المجتمع هذا تصرفه وسلوكه مع الزهراء بأبي ومات قتل الزهراء جار على الزهراء ولا زال يجور عليها نحن بتعريه ولاد الزهراء لما نيجي أنا أحيانا أطرق إلى قضية ولادة الزهراء تاريخيا ليش مولانا بولاد الزهراء هما سوالهم كذا وفلان حرفوا الولادة وجابوا لهم تواريخ أخرى كل من أجل أن ذكروا فالحقيقة عن إساءة إلى مولاتنا الصديقة هاي السيدة فاطمة أنا سأذكر روايات فيما يأتي إن شاء الله أريد أن أذكر روايات عن هذه السيدة المعظمة في طبيعة خلقتها اللي يقول لما خلق نورها أزهرت به السماوات والأرض أشرقت حرفوا تعريق ولادة الزهراء أرجعوه عشر سنوات إلى الوراء ليش؟ لأنهم يقولون بأنها كانت ذميمة وكانت قبيحة المنظر بحيث ما كان يطمع بها طامع من الرجال يعني شايف؟ وهذه كتابات مولانا العلامة الأميني استقرأ هاي الأقوال يعني تقراها كنت مزق تيابك من الحزن والأساء كيف الإنسان يرتقي يعني نحن نرتبط بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لابد أن نرتبط بهم ارتباطا معرفيا وهي المعرفة مراتب مولانا مراتب عندنا معرفة أسمى مراتب المعرفة اللي تشير إليها آية النور واللي إحنا طريقنا إلى الوصول إليها المعرفة النورانية هاي المعرفة الروحية مولانا فالإنسان أحيانا يقتصر على بعض الجوانب ويتعبد ببعض القضايا وتكون معرفته معرفة قاصرة معرفة عمياء شوهاء عرجاء خرقاء للأسف الشديد مثلما الآن إحنا أكون ناس ينتسبون إلى أهل البيت وينكرون فضلهم ينكرون فضل أهل البيت ويساوون أهل البيت بسائر الناس بحيث يعني أنه غاية ما يقولون في أهل البيت رجال علماء صالحين شايف يعني أكثر من ذلك أي شيء تقول أنت محرم عليك يعني هذا المنبر تعرفون الآن أنا يعني أحوم حول بعض القضايا وشوية أضبط نفسي لا أقولها حتى ما واجه مشكلة يعني من؟ أنا شي خصني بالنصارى شي خصني باليهود شي خصني بالنواصب والدواعش اللي هم الآن يستحلوا ندمي وقطعوا اللساني على أي شيء على قول أشهد أن علي ولي الله على هالكلمة هذه أنا محكم بالإعدام أنا دمي مباح أنا عرضي مباح أنا مالي مباح أرضي مباح تستباح كل حرماتي ما احترم هؤلاء مولانا ولا أخشى من هؤلاء لكن أخشى من الإنسان اللي يصلي وياه صف واحد ولابس نفس تيابه ويقول لي أنت أنت كذا لاحظ إحنا في مأزق حدثني أحد المؤمنين في دولة من الدول طبعا دولة غربية بعيدة قال صعد عدن خطيب على المنبر وجاء بفضيلة لأمير المؤمنين فقام له أحد الحاضرين كان هذا يصلي بنفس الجامع وعلى التربة مولانا ونفس الأذى ونفس الإقامة ونفس أشهد أننا علينا ولي الله وقام له على المنبر وتجاوز عليه وسبه وقال لأنت الخرافات بدع ضلالات شنوك كذا وفضائل لذلك أحنا مولانا الآن الفضيلة الأهل البيت على المنبر بعد من اسمح الله يرحم الملائيين الله يرحم الملائيين قدس الله أرواحه رحم الله الماضين من خطبائنا أيو الله كانوا مجاهدين صعد عن المنبر شوف المنبر مشحون بفضائل أهل البيت فضائل أمير من الأطفال حافظيها الآن أحنا لن يقدر نتحدث فضيلة لأمير المؤمنين وللسيدة الزهراء وللحسن والحسين الأهل البيت نخاف من القيل والقال وأنا قلت لك نحن ضعفاء طبعا أحيانا أنا وأمثالي يعني مو قدر مو كف للمسؤولية ونقدر نؤدي الأمانة كما هي ولا يعرفون ذول أبنائنا ولا يعرفون متالب أعداءهم ما يعرفون ما يعرفون مولانا وذولا نحن عدنا ضيوف في كل يوم عدنا ضيوف جلو يجونا صبيان صغار وكذا وجيل ناش وأكو ناس يقو جوز كان في طريق ما لآن جاي داخل المسجد الحسينية للمأتم يسمع على فهذا الموضوع يسمع على فهذا القضية حدثوا الناس بمحاسن حديثنا فإن الناس إذا سمعوا حديثنا اتبعونا الناس لما تعرف فضيلة أهل البيت وتعرف مقامهم والله أعطاهم أفاض عليهم كيف كانت خلقتهم نورانيتهم قداستهم يعني الناس لا تجد عملة أصعب من هذه ولا قداسة أرفع من هذه القداسة فنحن بحاجة أيها الأحبة إلى حديث معرفي ولكن مين نأخذ المعرفة يعني مين نأخذ المعرفة من إن نستقيها ولهذا أنا أطرقت الموضوع هذا أحيانا وهذه القضية طبعا ما متعلقة بس بهذه القضية بقضية فضيلة هذا متعلقة بالتوحيد مولانا متعلقة بكل فكر ديني متعلقة بقضية الخلق الرفيع وقلت لك إحنا اليوم إجاءوا ناس قالوا التقليد حرام ليش لأنه القرآن رفض هذه القضية رفض كيف رفض قال هذه الآيات قدامكم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفين عليه آباء قلدوا آباءهم وأنت جاء تقلدوا لا مولانا مو الشكل القضية قضية ليست هكذا القضية فيما إذا كنت جاهلا في أي ميدان من ميادين الحياة أنا ما عندي شاهد الله وكيل غاية ما عندي بها الموضوع ثمن ما مدفوع لي فيها القضية هذه أكو آمانة أحنا مسؤوليتنا أن نأديها إلى الناس بصدق ووفاء ما نحيد عن الحق إلا ترى قضيتنا صعبة نصعدين على منبر وجاين حدث الناس وعلى أساس الناس التي تعطينا وقته هذا الوقت الثمين مولانا فكني نعدي أمانة كما عرادها الله ورسوله قضية أيها الأحبة مثلا أضرب لكم مثال أهل قم طبعا أهل قم كانوا قبائل عربي أمانية أشعرية جاءوا السكنة واستوطن والكوفة أيام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه بعدين إيجا زياد ابن أبي وإيجا عبيد الله ابن زياد ثم الحجاج ابن يوسف الثقافي وذولة ظلم الطغاة والجبابرة وكان يعني أمر معاوية ابن أبي سفيان قاسي على شيعة أهل البيت محبي أبي تورا اسم يمحى من ديوان العطاء ودمه هدر منها القبيل هذه فأبعد شيعة أهل البيت هاجروا بس يردون مأمن في الأرض فسكن بعضهم هاجروا ذو القبائل اليمنيين الأشعريين واستوطنوا مدينة قم المقدسة من استوطنوا مدينة قم المقدسة صار عدهم علماء كثريان لما تسمع ابن باب ويه القم وأمثال الشيخ الصدوق ذولا عطاء ونتاج مدرسة قم المدرسة القمية علماء ذولا خقهاء هذولا عدهم ولا لأهل البيت منقطع النظير فذاك اليوم اجوا للإمام الرضا صلوات الله وسلامه سإن كان الإمام الرضا في المدينة فشوفوا المسافة بين المدينة وبين قم يعني المسافة شاسعة وإن كان الإمام في خراسان فتقريبا ألف مئة كيلومتر هماتيا بعد يعني مسافة جدا بعيدة وما كانت لا وسائل اتصال ولا وسائل نقل امرأة يجوز تحتاج في أيام شأنها الخاص حكم شرعي إذا يرحون يجون يظلون ستة أشهر سنة بالطريق يجيبون البريد مولانو أحكام مدين شريعة وأكت كاليف محل ابتلاء يجب على الإنسان أن يتعلم المسائل التي تقع في محل ابتلاء هكذا قال علماؤنا فإجوا للإمام وضعتهم مشكلة عويص وذول متشرع يعني قالوا يا ابن رسول الله تعرض علينا مسائل كثيرة ونحتاج فيها إلى حكم شرعي ولا انت قريب علينا ولا يتاح لنا الاتصال بك في كل وقت فمن أين نأخذ أحكام ديننا من أين نأخذ ماذا قال لهم الإمام قال لهم الإمام رضا عليه السلام ارجعوا إلى زكريا بن آدم زكريا بن آدم واحد من أهل قم لكن كان عالم يعني من العلماء وكان ملازم للإمام الرضا ويسمع حديث الإمام الرضا ليس بس يسمع يسمع ويعي يسمع ويتفقه فقيه يعني فالإمام نصب لهم مرجعا يرجعون إليه في أحكام دينهم ويسئلون عن الحكم الشرعي قال زكريا بن آدم لما يجيب الناس يجيبهم من عنده أم عن الإمام هذا الموضوع يعني هذه بساطة ما تحتاج إلى أمر آخر زكريا لكن ذكر لصفات أكو أصوديات مبادئ يعني مثل ما البارح بينت بيّنت أنا هاي بالأمثلة الحسية الواقعية مولانا قالهم الإمام الرضا ارجعوا ارجعوا هي يسمو الناس مرجع لأن يرجعون إليه في استفساراتهم يعني لشنو مرجع يعني مو أكثر من ذلك يعني مرجع أخذت هذه القضية من الرجوع إليه مثل ما الطبيب مرجع الآن يقول أنا أراجع الطبيب هماتين مرجع الطبيب مرجع مولانا في مجال اختصاص فلذلك ارجعوا إلى زكريا ابن آدم فإنه ها هنا الصفات اللي ذكر ها الإمام فإنه المأمون مو المأمون عباسي لا هذا المأمون على أمور الدين والدنيا يتأمن عند مالك وتأمن عند عرضك ها وهذه القضية مهمة مأمون يعني أمور الدين الأحكام والشريعة وما شابه وكلان وما يتعلق بالدين ما يجيب من كيسة ومن جيبة ومن أهواء أو ما شابه هذا رجل متعبد بما يسمع ويؤدي إليكم الحكم بأمانة لا يعمل بقياس ولا يعمل بكذا ولا زنهاي وحده الدنيا الدنيا مولانا الدنيا حب الدنيا رأس كل خطيئة والإنسان إذا أشرب قلبه بحب الدنيا بعد ما أصير لشارة حتى لو صار فقيه حتى لو صار متفقه مو فقط فقيه فقيه ما يكفي يفتيهم ما يكفي مؤلف ما يكفي كاتب موسوعة في التوحيد ما يكفي كاتب موسوعة في علم الفقه أو الأصول أو الرجال ما يكفي ما يكفي هذا المقاييس مو بالمظاهر عما مو بالمظاهر ولا أنه أنا أقد علم برأسول في ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات معناتها خلاص أنا صورتي يعني هو هذا لا مو شي هذه ذكرها الإمام هاي الصفة الأمان الأمان مأمون مأمون يستأمن يطمئن إليه مأمون على أمور الدين مأمون على أمور الدنيا وهي لذا صاموا ذوله ليش قال الإمام هذولة جماعة كانوا وكلاء سيدي ومولاي باب الحوائج موسى بن جعفر وكلاء زين بالله عليك هذا وكيل الإمام المعصوم وكيل موسى بن جعفر باب الحوائج قبل رجليل ولا قبل إيديل ولا وإذا الآن مولانا مات الإمام موسى بن جعفر وظلت عدهم حقوق شرعية حقوق أموال دنيا دنيا مشكلة الدنيا طام عقب كأوت مات الإمام موسى عليه السلام قالوا هذا هو خلاص بعد إمام مولانا الحج الذي يملأ الأرض عدلا وقصته هو موسى بن جعفر تكل عقلكم مات موسى ما مات موسى بن جعفر موسى بن جعفر حي وسيعود إلى الدنيا ويملأ الدنيا عدلا وقصدا بعدما ملئ الظلم قالوا ننتظر ونحن بخدمتكم هاي الأموال عندنا زين صاروا سموهم واقفية لأنهم توقفوا على إمامة الإمام موسى بن جعفر وما قروا بإمامة الإمام الرضا عليه السلام سموهم سموهم واقفية زين وهس إجا الإمام داز عليهم قال هم بوية هاي اللي عندكم ترمو ولا إلكم وهي أكو يتام وأكو أرامل وأكو مساكين وأكو جياع وأكو قراء والله عز وجل خلى هاي الضريبة يبقى موال الأغنياء وتجيبها وتعطيها الفلان كذا أو للإمام والنبي هاي أمانة بإيدي أنا أمانة فلابد أن نؤديها هذا مأمون مأمون زكريا بن آدم فصالح أن يكون شنو مرجع ترجعوا له أحكام دينكم سألوا وتأخذون من عند الحكم الشرعي فإحنا لا تمشي علينا كل القضايا تنطلي علينا أو أبان ابن تقلب يجيب الإمام باقر لزم من إيده عالم فقيه فقيه متمرس هذا يفقه كلام أهل البيت يفقه القرآن الكريم سحنا مولانا إذا تريد تابعي تابعون القراء المصريين الآن وما أدر إيش وذول المتمرسين بالتلاو وعلم التجويد والقوانين التجويد يطلعون عندي جز 30-40 خطأ بسورة الحمد هذا فقيه مولانا هذا يفقه القرآن مو يفقه قراءته تلاوته وما شابه ملابه هذه فقيه فقيه جاب من إيده قال اجلس في مسجد جدي رسول الله وفت الناس فإني أحب أن يرى الناس في شيعة مثلك هذا شو سمي فقيه لو لا مرجع تقليد لو لا هذا المرجع مولانا هذه القضية هذه وحدة خليها على جال قضية ثانية اجوا جماعة من المجتمع قالوا احنا الآن نسمع قضايا يسمها قيم يسمها أخلاق يسمها آداب هذه ما هي إلا قضايا تقليدية تقليدية احنا جاي نقلد المجتمع جاي نقلد بعضه بعضه وهذه محق اكتابة الآداب والأخلاق شنو يعني شنو هي القيم قيم ثابتة مو ثابتة لا مولانا اليوم احنا عدنا عرف معين باتر من بعد جيليا ثلاثة رح يتغير العروف يجي في مجتمع آخر كان اللي يلبس بنطرون وقميص بنطلون وقميص أفندي قولانا بالبداية الناس كانت تستقبح هذا الشيء تستقبح هذا اللباس لباس الأفندية في البداية المجتمع يستقبح ليش قالوا هذا جاي قلد النصارى هذا تشبه بأهل الكتاب ميجوز وذول يرحون للمقاهي قعدوا الأفندية المثقفين يقرون مجلات جرائد ما عرف ايش يرحون للمقاهي قعدون بالمقاهي وصارت قضية المقاهي وارتادها العلماء كذا لأنه ذول المجتمع ما يقبلهم مو بس احنا مجتمعنا أصولي حتى المجتمعات الغربية كانت أصولية محافظة ما كان عندهم عري ولا كان عندهم تبرج ولا كذا ايجت المافيات مولانا هاي وحدة من الأمور اللي أردد كرها المعرفة الاقتصادية يعني على أسس اقتصادية درسوا الحياة قاموا يتاجرون يعني تبضعون بالدعارة بالشرف بالكرم ليش يعني درع لهم مال شنو شرف شنو كذا فلوس مولانا فلوس هوليود ما أدري شقد وارداته سنويا كذا مليار دولار من وراء الأفلام الإباحية وما شابه شنو شرف شنو مبادئ شنو مرأة شنو حجاب شنو كذا أموال أموال فلوس دنيا فكفروا بجميع القيم والمبادئ قالوا ماكو شيء اسمها قيم ماكو شيء اسمها مبادئ ماكو شيء ثابت لذلك العادات والتقاليد والآداب تتغير من ملة إلى أخرى من مجتمع إلى آخر شايف يعني فكفروا بكل القيم والمبادئ وصاروا ملحدين مولانا ملحدين وصل بهم الحال قالوا هذا اللي إجابي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذا منسوخ منسوخ من الديانات الأخرى من الحكم من كذا ورسول الله هذا النبي مالتكم محمدكم نابغ كان واستوحى من هنا ومن هناك وجمع لقرآن وجاب وخلابي دي الناس ذول لما تجي ما نظروا إلى الخلق والقيم والمبادئ بأنها نابعة من طبيعة بشرية وهي الطبيعة البشرية مشتركة لاحظوا أيها العحبة شيء أخير أقول لأن الوقت راح إحنا أنا اسمه شا أنت اسمك أحمد هذا علاء هذا محمد اختلفنا بشنو بالمسميات هذا لون أبيض ذاك لون أسود اختلفنا بالألوان هذا طويل هذا قصير هذا معتدل هذا ربع هذا كذا اختلفنا بالأشكال موشك مولانا هاي المظاهر الأسماء العناويل المسميات كذا الأشكال الصور الناس يختلفون فيها لكن أكو جوهر موجودة هذا قاسم مشترك بين جميع البشرية وهي ما عبر عنه القرآن الكريم حينما قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها النفس اللي عندي موجودة بجمالها وكمالها وقدراتها وطاقاتها موجودة عندك موجودة عند عمر موجودة عند أحمد عند علاء عند محمد عند الجميع كلهم من نفس واحدة هاي النفس لكن هاي النفس أحياناً الإنسان يعمل على إضعافها ومرة يعمل على على طاقتها وقدرتها فيتسع نطاقها مولانا هاي الطبيعة البشرية اللي تدرك حسن الأخلاق والآداب مشتركة لكن المجتمع ينافق الناس يتنافق يتكابر وإلا هذا اللي يقول لك ماكو شيء اسم قيم مبادئ أخلاق ماكو روح يما يقعد بعنوان الثناء والمدح قل له انت كذاب نعم انت منافق انت خائن يقبل من عندك هذا اللي يقول ماكو مبادئ ماكو قيم يقبل له يتعارك وياك هذا سواء كان سواء كان مؤمناً أو كان ملحداً لما تروح لمولانا وتريد تثني عليه وتقول له انت كذاب انت منافق انت خائن انت كذا من هالقضايا مايقبل مايقبل لعد إذا تريدني أنا أنبذ القيم والآداب والأخلاق ليش ترفضي يعني وليش ما أكث نقول هنانك ثوابت اسمها قيم مبادئ المجتمع بطبيعة أو النفس البشرية بطبيعتها تستحسن تلك القيم والمبادئ تستحسنها وباعتبار أن الديانات مصدرها واحد لذلك نشوف أكو قواسم مشتركة ولو نسبية لأننا ديانة عدنا الآن يعني ثابتة بنحو صحيح هي الديانة الإسلامية البقية فيها تحريفات فيها تشويهات فيها كذا عدنا ثوابت مولانا هذا الموضوع أكمل إن شاء الله لكن لما تأتي سواء كانت الديانات أصلها نبوية سماوية شرقية مثل ما يعبرون عن هودية نصرانية مسيحية إسلامية كذا صابئية أصلها سماوية هندية يعني بوذية أو سيخية مثلاً أو ما شاء أو لا كانت مثلاً هاي ديانات ترجع إلى ما ترجع إلى أصل النبوات يعني إلى أنبياء ورسل وإنما ترجع إلى حكماء مثل كونفشوس ومثل ماوتسو وغيرهم الديانات الصينية ترجع إلى رجال حكماء لكن هاي الطبيعة البشرية مولانا مشتركة ورسالات اللي إجت من السماء واحدة اللي عبر عنها القرآن الكريم بملة فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين لذلك تشوف أكو قواسم مشتركة لما جابوا رأس الإمام الحسين دخلوا على يزيد ابن معاني خل الرأس المقدس قدامه ورأس أبي عبد الله يتلو كتاب الله وهو يأخذ عود خيزران وينكث به ثنايا الحسين ثنايا أبي عبد الله ينكث يضرب على ثنايا على أسنانه واحد نصران يجاي رسول اليزيد ابن معاوي دخل عليه قال هذا رأس من تضربه بعصاك لأن هذا الأكوناس يعني دولة يجون رسول ترمون ما يختارونهم ناس عادي هذا يعرف ما خل الرأس قدامه إلا رأس رجل صاحب حسب أو نسب أو كريم أو عظيم أو قلب موتور من عنده وموجوع هاللي جاي شف شف غيظة وجبان يعني شف غيظة بهالطريقة اللئيمة رأس من هذا تضربه هذا مو رأس عادي مقلي قدامك وبطشت والناس تعايل وتضرب على شفايفة كل ساعة تضرب على شفته من هذا شي قول يعني وزين شي قول قال هذا رأس رجل خارج خارج قال شسمه قال اسمه الحسين هذا قام يلح عرف هذا إلى شئ يعني يريد يستقر قال الحسين من أين هو الحسين من أبوه من أمه هذا انحرج يزيد يعني هو أخذ يعني يسرد حكاية أبي عبد الله أو نسب سيد الشهداء قال لهذا أبوه علي بن أبي طالب أم فاطمة بنت محمد قال لهذا من محمد هذا نبيكم اللي أنتم بالصلاة صيحون أشهد أن محمدا رسول الله لو غير عدكم واحد ثاني محمد قال له هو هذا قال له شلت يدك يا يزي قال له احنا النصارى عدنا حمار أو حافر حمار اللي كان يركب عيسى بن مريم والنصارى يحجون إليه ويقدسون ويعظمون ويحترمون عيسى بن مريم قوى مولانا النبي مقدس كلمة الله أوحاها إلى مريم يعني لما النصارى يحترموا ويقدسوا يعني ما أساء في ذلك بس لما قالوا أنه ابن الله أخطأ في ذلك لكن أصل التقديس هذا اللي أنا موضوع عندي أنه احنا نعبر تعبير خاطئ أكو أصوليات ثابتة لكن تعبيرات المجتمع خاطئة قال له احنا نحج ذاك الحافر نروح نقبل الحفاء لأنه حمار عيسى بن مريم أو هذا أم الزهراء فاطئ أو أبو علي اللي أنتم علي بن أبي طالب سامعين تأريكم وجدة محمد اللي أنتم على المنابر على المآذن تصيحون أشهد أن محمدا رسول الله وإنت مخلي رأس قدامك يعني وجاي تضرب شفاه يعني بمن تشمت من جاي تشفي غليلك من أبو من أمة من جدة زيان هذا النصراني اللي قاعد بعد بالمجلس بالمقابل منه قاعد أم المصائب قاعدات بنيات الحسين بنيات أبي عبد الله أكو بني صغيرة الحوراء زين بعدها أمانة من سيد الشهداء محافظة عليها ما تخليها تنظر رأس أبيها قضيعة لأن ديتي اللي بنعدها علاقة مع أبيها علاقة حميمة كانت إذا كان وقت الصلاة وصاح المؤذن الله أكبر هي أعماق هتأدم أعماق أشهد أن لا إله إلا الله وتنتظر تروح تخلي المصلاة لأبيها سيد الشهداء وتقعد تنتظر من يجي يوقف للصلاة توقف إلى جنبة تصلي وياه يقوم تقوم يقعد تقعد وياه يركع تركع يسجد تسجد يوم عاشوراء فرشة المصلاة تدرون وين صلى سيد الشهداء يوم عاشوراء فرشة وياه بأن صار حدث غريب ما أقدر أسولف عنه بس هي ما تدري هاي البنائي تريد أبوها لما نظرت إلى هذا الخبيث ونعلى ووطع على بساط أبي قالت ويحك يا خبيث كيف وطعت بساط أبي الحسين بنعلك وكهذا البساط يسجد علي أبوي إشلون تدوس بنعلك هذا اللي ارتكب ذيك الجريمة يحشم هاي البنائي آجركم الله وإذا به صفعها على وجهها صفع البنت زين هاي البنائي إذا انضربت الصغير الطفل شايفين من ينضرب يخلي إيده على ضربته ويروح يدور يريد له واحد حبيبي تروح لأبوها البنائي تشتكت قل له أبه تعال شوف فلان ضربني وين أبوها تريد تطلع ما يخلوها ما تقدر تطلع ضلت على هذا الحال ضلت تنتظر أبه قالت عم عم زينب أين أبي الحسين؟ أنا أريد أبوي أشكيله آذوني ضربوني عم أين والدي تضمها إلى صدرها؟ تقول عم إنه مسافر مسافر عم أصبري أبوك مسافر وإنت راح تسافرين وراء وتضمها على صدرها نيشيلون الرئيس تخليها جواع بايت حتى لا تشوف مولانا بذاك اليوم لا بالخربة كانت بالخربة قاما شاط من اللي يلناحن قاما شاط من اللي يلناحن ناحن كل وحدة بكتر يا ويل الطاح عد الظيم باشر يستراحن باشر يوقفن بينال ومي باشر يا عظم باشر علي هين علي هين اش عظمها دخلة المجلس علي هين والاقبال عيون هين ينطق وليه وباشر يوقفن بينال ومي يقول نص اللي اللي انطفلة بحلمها جرح جاسب الله أكبر ملح جاسب جرح منها ولكمها بعد ما حد يسميها باسم يسموها رقية القارجية أولي اعلم بجاها بجت حتى الخراب وتهز الشام له صاحة الله يحفظ الله يحفظ أولاداتكم يحفظ ابنياتكم إن شاء الله شايف البنية الصغيرة الآن من ترجع عندك ابنية تلقاك لو لا الله يقرعانك إن شاء الله ويقرعانها بيك اعلم بجاها بجت حتى الخراب وتهز الشام له صاحة يا باب تراني شابتك عنت علي بالليل نايمة شافت الرؤية بالمنام دخل عليها أبوها وين للخريبة جلس عندها وأخذها وخلاها بحجرة قالها ابني رقية أنا جئت لتذهبي معي استأنست لو لا بالنوم هي نايمة استأنست فرحت بذلك قامت تروح ويا أبوها انتبهت وإذا الحسين ما موجود قالت عم زينب الآن رأيت والد يا رسالة لزينب ترها أي الرؤية رسالة استعدي زينب استعدي للمصاب عندك مصيبة جديدة عندك شهيد زينب حضر نفسك قالت عم أي وبالتالي قالت عم قال لي جاياخذت ويا وأخذني ويا وانتبهت ما لقيت أبوه قالت رقية انت راح تموتين الحسين جاياخذت عم موتي انت بعد ما لتبقى انت نصيبك الموت موتي رقية واذا بزينب اقامت العزاء على رقية وهي على قيد الحياة عرفت راح تموت بكت زينب العائلة رقية تصيح أبا والعائلة تصرخ الضج تبكي ارتفعت الصرخ ما الخبر قالوا هاي ابنية صغيرة تريد أبوها بالخرابة من وعي من ابنية من قالوا هاي بنت الحسين قال بسيطة هذا رأس الحسين احملوه اليها وضع الرأس في طشت غطوه في منديل او جابوا للخرابة جابوا خلوا قدام الابنية رجعت لي وراه قالت عم عذريني عم زينب انا لا رايد طعام او لا اريد سلوى عم انا اريد ابوي الحسين اعتقدت باندول عدهم كذا وجايبيلها طعام يسكتوها الحاور زينب كل مرة الضمر قي جوا عبايتها المرة لا دفعتها قالت عم انتمو تردين ابوك عم اتريدين اباك قالت نعم قالت ارفع المنديل سوف ترين اباك لما رفعت المنديل واذا برأس الحسين ايو حسين اه خل اقرأ لك اسمع اش قال ترقية اسمع خلت حلقها على حلق ابوها وصاحت ابا 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 سكت ترقية اتقلبوا يا جروح قيدي اعلم ولا مسحن اتراب الى اتمن انا صغيرة وجرى اذنب مني يضربون من زيد علي اكون بعد ش قالت قالت من نذاني من نذاني من نذاني يا بوي الكون يخشع انا اذنوياك انا بيت الحسين انا من اقول الله اكبر يخشع الكون يا بوي اخشع من نذاني من نذاني اخوة اللي بغير رحم من عذاني من عذاني السور قي قالت التراجح الجره جره ويت تراجح الجره من نذاني من نذاني صب دم وهو يضحك والله والله جابوا وشافتهم من بعيء وين طلاب الحوائد وين احباب هاي شهيدة وين عرباب النياحة جابوا وشافتهم من بعيد وصاحت هلا براسك والله صاحت هلا براسك يا العميد بوي يهلال عزنا بليالة العيد لياش اقضعت بينا يصن بوي عفتنا ويا ناس المش جاه هاي اش كم آه تريد يولى الموش جاويد كلسا يضربون المماريد يقول ساعة بقت والنفس ترديد صاح العليل وصيح تتشيد ماتت يا عم اغتيح لليه وريه اعلى الوري ماتت رقي يا مؤمني مي خالف ماتت رقي مصيبة جيبوا مغسل اخوة تغسل بعد خلت رقي على المغتسل رجعت للورا قالت زينب لياش واذا بالمغسلة تنظر الى جسد رقي وترجع للورا قالت ما اقدر اغسلها اعذروني اعذروني ما اقدر اغسلها هاي الطفلة اخشى ان يكون بها مرض معدي لان هاي جسدها متغير متلون هاي مريضة قالت زينب لا والله ليست مريضة اصحى مني ومنك لكن هاي اثار الشب ما احنا جابونا شبايا يا ابو فاضل يا سيد يا مولا يلا هس احنا بعد رحنا الام المصاب الكبير اقول مولاي هاي المغسلة لكن اكو جسد كبير وضعه امير المؤمنين على المقتسل اتقول اسمى لما نظر الى بلا اثنى واذا بعلي صرخ صرخة عظيمة صرخ وقعد على التراب يدكيه قلت سيدي ابا الحسن اتوسون الناس بالصبر تعلمون هم على الصبر مولاي اراك جازعا على هذه المصاب ماذا رأيت قال اسمى لما مررت يدي على جسد واذا بعثر المسمعار في صدرها واضلاع يا مكزر اي وفاطمة لكن مع ذلك سادتي يقل لواحد من الشعراء يقل للأمير المؤمنين يقل لضلع واحد يا علو هد حالك شاء اضلوع احسي انشس اله ارحمنا بالحسين اللهم اكفر لنا بالحسين وارضع عنا بالحسين وادفع عنا كل وباء وبلاء بالحسين آمنا بالحسين اجعلنا وجهاء عندك بالحسين اقضي حوائجنا بالحسين لأسيما الطالبين طلاب الحوائج من أوصاني بالدعاء شيعات أمير اقسم عليك بسيد الشهداء وهذه العيدي لتوسم الصدور باللطم وبالخدمة اقسم عليك بكفي العطاء لقمر العشيرة ألا تنزل هذه العيدي خالية من عطائك ولطفك ورحمتك يا الله اطلب حوائجك شافي وعافي كل مريض بصدر الحسين تقبل من المؤسسين والحاضرين والقائمين على هذه الخدمة إلى شرف مولاتي وسيدتي رقي بنت الإمام الحسين إلى أرواح الشهداء والعلماء وخدام الحسين قاطبة لا سيما المرحوم سيد جاسم طوير جاوي موتاكم موتى المؤسسين رحم الله من أهدى ثواب الفاتحة مع الصلوات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة